خلينا أقول لك أن السياسة الخارجية المصرية خلال فترة الرئيس السيسي كانت هي كمان مفتاح للسياسة الداخلية يعني إحنا لما صلحنا علاقاتنا بالعالم الخارجي قدرنا نستغل هذه العلاقات الجيدة أن إحنا نستورد سلاح عشان نعيد بناء قواتنا المسلحة واستوردنا أفضل الأسلحة في العالم حملات طائرات، طائرات، دبابات، مدرعات، أجهزة رادار، أجهزة رصد كل شيء نتخيق يعني كان صعب أن إحنا بدون إصلاح العلاقات الخارجية أن إحنا نحصل عليه ده نمر واحد، نمر اتنين لما استعادنا قواتنا خارجيا قدرنا نجذب مستثمرين عرب، مستثمرين أجانب ديرنا نجيب تكنولوجيا كل المشروعات اللي احنا بنتكلم عليها واللي أنتوا تكلمتوا عليها من الصبح زي مشروع مثلا مستقبل مصر الزراعي كل المشروعات بلا استثناء اعتمدت على تكنولوجيا على خبرات خارجية استعنى بيها وامتزجت بالخبرات المصرية وامتزجت بالإراضة المصرية ودرنا نعمل حاجات كان صعبة جدا إن إحنا نعملها مشروع زي مشروع المونوريل، مشروع زي مشروع القطار السريع كل ده بردك بفضل السياسة الخارجية الجيدة اللي اتبعناها كل شيء تقريبا تكامل تكامل وفكرة كمان أنت أخدت دي بأفضل الأسعار يعني زي سيمينز لما كان يتكلم السيد الرئيس انت واخد ده بسعر ما بيحصلش أصلا في أي دولة من دول العالم صحيح الراجل نفسه مدير سيمينز لما في يوم من الأيام كان يشيد بأن الرئيس قدر أنه يفاصل معاه علشان يوفر للبلد ويوصل لسعر أفضل المشروع سيمينز عملته منذ نشقتها يعني كمان مش أي مشروع صحيح لأنه كمان إحنا هناخد أفضل منتج أفضل جودة أنت بتعملي مشروع قطار كهربائي آمن جدا سريع جدا مميكا تماما أنت برك عندك المونوريل يعني بيدار بشكل آلي كل حاجة بتدار بشكل إلكتروني حتى مشروعات الصباط اللي إحنا عملناها الصباط مش الزكية لا الصباط الأعلى زكاء الصباط الأكثر توفير للمية الصباط الأكثر إنتاجية يعني دي كلها حاجات نفعتنا وبتنفعنا بشكل كبير جدا مشروع تشكة اللي كان يعني شبه مجمد سنة تم الإعلان عنه ووقف آه شبه مجمد لبعض الأسباب إزاي قدرت الدولة بالإرادة إنها تستعيد تاني ومش كده بس إحنا بردك أما بنبص للمشروعات الطرق الجلالة 30 يونيو المحاور على مستوى مصر حياة كريمة كل ده مرتبط بإصلاح رياساتك الخارجية كل ده مرتبط بعلاقاتك بالآخرين كل ده مرتبط بإيمان بهذا البلد ورغبة في تحسين الوضع يعني إحنا بنتكلم أنه السياسات الخارجية دي ممكن من أهم الحاجات أو الخطوات أو الملفات اللي مصر اهتمت بيها مصر لغاية من أول من ثمان سنين لحد النهارد قادرة تعمل دور ديبلوماسي عظيم يعني حتى في ظل الأزمة الموجودة النهارد وسط العالم كل مصر عاملة توازن حلوة أوي